أفادت تقارير أعلامية أن الجزائر تتجه نحو إعادة معالجة ملف أحداث الصراع المذهبي الذي وقع في ولاية غردايا بين العام 2013 والعام 2015 وأكد وزير العدل عبد الرشيد طبي أنه طلق لائحة من الرئاسة تتضمن التكفل بمطالب رفعها أعيان غردايا للإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام ثقيلة مشيرا إلى أن وزارة العدل بدأت تشتغل على الملف لكن وفق ما يقره القانون وطلب أعيان ولاية غردايا لدى لقائهم بوزير العدل بإعادة النظر في أحكام أنزلها القضاء بنحو ثلاثين شخصا لفتين إلى أن المحكومة عليهم بالسجن في تلك الأحداث كانوا ضحايا لظرف سياسي معين